بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا مرحبا بكم في سلسلة جديدة من سلاسل التحليل الاحصائي النهاردة هنبدأ برنامج سمارت بي ال اس وطلبوا الحقيقة الكثير من الباحثين والباحثات وهو برنامج نفس برنامج الاموس بيعمل الاناليسز كل الحاجات والعمليات والاناليسز اللي بتتنفذ عبر البرنامج امس هو الاس بيعمله طبعا مع اختلاف النوافذ واختلاف الاشكال والجرافيكس والالوان كمان ولعل الالوان من اهم العوامل الجاذبة لهذا البرنامج. اول حاجة طبعا البرنامج ده ملوش نسخة مجانا على الانترنت خالص. طب ما تحاولش تدور على اي كراك على على اي نسخة مجانا. انت تروح تحولوا تحملوا آآ نسخة تجربية تلاتين يوم. او انك تشتريه لو انت عايز تستخدمه مدة طويلة. بتفتح كده بتضغط على كده بيجيك النفذة دي. بتحط ايميلك. اي ايميل عندك فالد. وبتضغط دي الخطوة الاولى يا جماعة. اكتبوا ورايا الخطوة. دي الخطوة الاولى. هنكتب هنا الايميل بتاعنا. وبعدين هنقع هنحط نضغط صمت. خلاص هيجيني رسالة على الايميل انه آآ رابط. الرابط دوت هيقول لي آآ باضغط عليه عشان تعمل آآ تأكيد. هضغط على الرابط خلاص هيبعتلي بعد كده مفتاح صالح لمدة تلاتين يوم. بعد كده هذهب الى الخطوة التانية. يبقى بعد ما استلمت المفتاح من الموقع بتاع هذهب الى الخطوة التانية وهي عملية التحميل. عملية التحميل. على حسب جهازك. لو جهازك ماك بتحمل من هنا. لو جهازك ويندوز باي آآ نظام سواء عشرة او تمانية او سبعة او اكس بي بتحمل من هنا. طبعا لو اربعة وستين بيت. لو النظام عندك اتنين وتلاتين بتحمل من هنا. اوكي? فطبعا احنا حملنا من هنا. بعد ما بتحمل بيجيك العادي زي اي تحميل برنامج بتفتحه بتقول انستول بعدين نكس 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 نكس. كانش بتقفل كده قمت بتحميل البرنامج عندك بنجاح. بعد كده بتفتح البرنامج من على سطح المكتب بتلاقي انه نزله على سطح المكتب. بتفتحه. اول ما بتفتحه الحقيقة ما بيفتحش معك بيجيك الرسالة وبيطلب المفتاح اللي بعته لك على الايميل. تحط المفتاح وتقول استمر هتلاقيه اتفتح معك. يعني بيجيك زي كده. انا صورتلكو الرسالة بتيجي زي كده. اه بتحط طبعا انت بعد ما حطيت بتاعك بيتحقق منه بيقول انه تمام. بعدين انت بتضغط اه خلاص بيجيك الرسالة الخضرة دي انه. ومدتها واحد تاتين دي خلاص بتقول بتخرج من هذه النافذة. وبتبدأ في آآ الاستمتاع بتجربة السمارت بيال اس. طبعا البرنامج آآ بيحبوا قوي العرب. ليه? هقول لكم ليه دولتش العرب بيحبوا البرنامج ده وبيستمتعوا بيه? لانه في لغة عربية. من في عرب. فالموضوع ده جدا يعني مش متحقق تقريبا في اغلب البرامج الاحصائية فعشان كده هو ممتع جدا ومطلوب آآ من الطلاب العرب كثيرا. لانه في لغة عربية. لكن يا جماعة انا لا احبز اللغة العربية. لانه كل وكل الدوال وكل الحاجات الاحصائية بالانجلش. فانت يعني لو استخدمت العربي انت نفسك مش هتعرف. يعني مسلا لو شفنا كده طبعا انا هستعرض معاكم الامثلة بس انا بوريكم النوافذ بتاعته هي قد ايه بتتحاول بالعربي? لو جيت هنا مسلا كده وحولت بالعربي. حولت العربي. اوكي? تحول كل حاجة بالعربي. هنا المعالجة صارت بالعربي. لما تضغط معالجة صار يقول لك ايه? خلوني يكبر لكم دي كده. المعالجة هنا لما تشوف هنا معها تشوف اه بالعربي. يعني خوارزمية المربعات الجزئية الصغرى. البوتوستراب. التحليل الاعمى. التوكيدي. طبعا الحقيقة. المسميات العربية. يعني انا لا احبت ان انت تستخدم العربي. لانه هو بالانجلش انت لما تحول بالانجلش انت هتلاقي المصطلحات دي في الكتب. مش هتلاقي الكلام ده في الان ما فيش كتب اصلا بالعربي في الكلام ده. فانت هتلاقي الانجلش هو افضل لك. لانه الدوال عندك معروفة. وآآ مستقدمة بكثرة. حتى لو بحثت عنها في اي كتاب في اي مرجع طبعا تفيدك المصطلحات الانجلش. ولكن طبعا آآ لا يضرر انك تستقنس باللغة العربية. لو في حاجة اشكالة عليك. لو حاجة ما فهمتهاش. تقدر طبعا تفتح آآ يعني تحول الى اللغة العربية. يعني سهل جدا ان انت تحول الى العربي. ثم ترجع تاني الى الانجلش. عملية جدا جدا سهلة. يعني آآ لطيف جدا برنامج. طبعا زي ما قلتلكه هو يتميز بالوانه. وآآ آآ 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 طبعا غنية. يعني عن التعريف هو اول ما تشوف الالوان دي في اي بحث تعرف مستخدم من غير ما تقرأ حتى لانه اشكاله معروفة. الاموس الحقيقة ما بيطلعش الاشكال دي. بيطلع الجرافس كلها ابيض وصت حتى انت لو حاولت تتلونها ما بتطلعش طبعا بالشكل ده. فالشكل ده طبعا متفرد بي الاسمارت آآ بي الاس. آآ النفذة بتاعته طبعا النوافذ بتاعته في ملف ينبسط منه. انشاء مشروع جديد. انشاء مشروع جديد. الحفز والحفز باسم. نفس الحاجات واستراد ملف واستراد نموذج مشروع. نفس الحاجات اللي في في البرامج الاحصائية. والآدت نفس الكلام تجبير وتصغير واضافة ملاحظة. طريقة العرض. تجبير تصغير اخفاء مؤشرات البناءات. ازهار مؤشرات البناءات. طبعا احنا قلنا هنستخدم الانجليش بعد كده. احنا بس العربي بورغولكم النهاردة في الدرس الاول ده بس عشان تستقنسوا به. ولا انا يا جماعة هستخدم الانجليش. لانه انا الحقيقة انا دراستي كلها بالانجليش. انا في كلام كتير بالعربي انا ما اعرفه. يعني انا فعليا ما عرفت الاحصى بالعربي الا لما بدأت انا ادرس في الجامعية. وإلا طبعا انا دراستي بالانجليش كلها. كلية العلوم في مصر كانت بالانجليش. الماجستير كله كان بالانجليش. الدكتراف بالغارية كان بالانجليش. فانا كتير من مصطلحات الاحصائية العربية انا عرفتها حديثا. فطبعا انا انصحكم كلكم طبعا. آآ عليكم بالانجليش. لانه الانجليش طبعا هو هيفيدك حتى في لما تروح تعمل آآ مراجعة لاي كتاب انت هتعرف من تجيب وتتدور عنه وتبحث وتجيب العربي الحقيقة يعني لا انصحك ابدا بالآ بانك تتعلم بالعربي. اتعلمها بالانجليش لان كل مصادرها بالانجليش وكل الكتب بالانجليش. حتى الفيديوهات غنية يعني بالانجليش يعني ما شاء الله لقوة تقلب الله. فطبعا استعرضنا النهاردة آآ هنخلي النهاردة درسنا كده لطيف. ومدته بس صغيرة. ان احنا ازاي نفتح البرنامج? ازاي نفعله? ازاي نتنقل في النوافذ بتاعته? وهنا الكالكوليت طبعا هنا بيحسب وبيحسب والحاجات دي كلها وهنا وهنا زي ما شكفته. ما شكفته. ما شاء الله لغات كثيرة. عربي وصيني وانجليزي وفرنسي والماني. لغات كثيرة جدا. وهنا طبعا البروجيكت اكسبلورر اللي هنختار منه سواء بروجيكت قديم هنطبق عليه آآ مش قديم يعني من ضمن بتاعت البرنامج. او ان احنا هنقوم بانشاء كورييت نيو بروجيكت. طبعا هنجرب اول درس نستخدم النمازج اللي موجودة في آآ سمارت الموجودة اصلا كاكزامبل. وبعدين ان شاء الله برضو نتدرب على كورييت نيو بروجيكت. يعني البرنامج واجهته سهلة جدا وواجهته آآآ لطيفة. واستخدامه سهل جدا ويسير وخصوصا زي ما قلتلكم انه فيه بالعربي. يعني اي حاجة متفهمهاش تحول من العربي للانجلش. فبمنتهى سهولة تقدر ان شاء الله تستمتع تجربتك في ده كان برنامج الدرس الاول مجرد بس كيفية تحميله كيفية تفتحه استعراض النوافذ بتاعته ان شاء الله بازن الله من اول بكرة الدرس الثاني هنبدأ في شرح التحليل عبر برنامج شكرا للاستمعكم حقوق الفكرية محفوظة وقناة التعليمية اسمان مرغاني. لا اسمح بنسخ المواد التعليمية وبيعها على صوانات باية اصعار رمزية وغير رمزية. ولكن بالطبع اسمح بمشاركة رابط في اي مواقع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.